أهلا بكم إلى المساء في أول خطوات فعلية لتجاوز أزمات المرحلة السابقة مع دول الخليج العربية وصل إلى الكويت أمس وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري بينما أعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عن زيارة قريبة للرياض بناء على دعوة رسمية تلقاها من رئيس مجلس الشورى السعودي مصدر عراقي مطلع قال إن الجعفري بحث مع نظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح ومع أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح ومسؤولين في الحكومة الكويتية تفعيل العلاقات بين البلدين لما يصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة تأتي زيارة الجعفري للكويت بعد أيام قليلة من مباحثات أجرها هناك مع أمير الكويت نائب رئيس الجمهورية العراقي إياد العلاوي وزيالة لرئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أواخر الشهر الماضي أكد فيها أن دولة الكويت هي نقطة انطلاقة لعودة بغداد إلى محيطها العربي نرحب بضيفينا في المسائد ينضم إلينا من الكويت رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام الدكتور فهد الشليمي ومن الرياض ينضم إلينا الأستاذ الجامعي ورئيس الجمعية السعودية للعلوم السياسية الدكتور سرحان لعتيبي أما أنتم مشاهدين فيمكنكم دائما المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وأيضا فيسبوك إذن نرحب بضيفي وأبدأ معك دكتور فهد من الكويت بداية مساء الخير دعني أبدأ معك دكتور فهد من الخبر الذي تناقلته وسائل علام خاصة وسائل علام الإيرانية وهو الاحتجاج الإيراني على قرار لوزير الداخلية العراقية الجديد ورد فيه اسم الخليج العربي وهو ما يحتاج عليه الإيرانيون دائما لكن هذا القرار هو أول قرار تحتاج عليه طهران قرار لمؤسسة عراقية منذ سقوط صدام حسين يعني هل تعكس هذه الخطوة في رأيك توجه جديد للسياسة العراقية تجاه دول الخليج بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك أخي فيصل ولضيفك الكريم المشارك معنا الإيرانيين محتجين محتجين يعني هم يبون يسمون الخليج الفارسي وأذكر حتى طرفة صارت أحد الأخوان رؤساء تحرير الجرائد صوروا يالرئيس الإيراني السابق أحمد نجاد فقال خلني أصور معك وراء الخارطة لما صوروا وراء الخارطة مكتوب فيها خليج فارس فرد عليها الصحفي قال لا يمينك شط العرب وشمالك بحر العرب يعني حطوا أنتوا فارس لكن البحر والشط كله عربي فهما يعني يعتقدون أنهم لكن أول مرة تستخدم مؤسسة عراقية في قرار لها يعني مثل التعبير ومسمى الخليج العربي تحديدا وقبل باحتجاج من قبل طهران والله العراق ما يقدر ينصلخ عن عروبته عاد الإيرانيين يبون يزعلون هذه مشكلتهم ومشكلتنا هذا شيء راجع لهم لكن حتى إذا رحنا لهم وقعدنا معاهم ما نقول الخليج الفارسي نقول الخليج العربي وهم يقولون الخليج الفارسي والباقي على الله كيف عادهم يزعلون يرضون هذه مشكلة الأخوان الإيرانيين هما يقولون خرائط هذا جدل يعني جدل عقيم لكن احنا نقول خليج عربي نعتقد أنه خليج عربي كيف يخلون فارسي براحتهم يعني ما عندنا مشكلة فيها طيب يعني أيضا دكتور سرحان كانت هناك ثلاث زيارات لمسؤولين عراقيين يعني أولا كان لسليم الجبوري رئيس البرلمان ثم نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي وأيضا أخيرا الآن وزير الخارجية إبراهيم الجعفري يعني ثلاث مسؤولين عراقيين على مستوى عال خلال أسبوعين فقط إلى الكويت تحديدا كيف يمكن أن تقرأ مثل هذه الزيارات؟ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا قراءة هذه الزيارات في الواقع لا تبين نوع من التغير في السياسة العراقية تجاه دول المنطقة النظام العراقي الحالي ما هو إلا الوجه الآخر للنظام المالكي كلاهما وجهان لعملة واحدة وكلاهما يستمدان مرجعيتهم الدينية من مصدر واحد وكذلك مرجعيتهم السياسية من مصدر آخر وهو إيران أعتقد أن الزيارات أو الحديث عن الخليج العربي لا تغير شيء في السياسة العراقية تجاه المنطقة نسمع دائما في جميع وسائل العلام العراقية التهديدات والتشهير والكلمات الغير لائقة في الواقع تجاه دول الخليج ولذلك أعتقد أن لا يوجد هناك تغير بالسياسة العراقية تجاه المنطقة ومع ذلك أعتقد أن ما حدث الآن من تواصل بين دول المنطقة وبين العراق ما هو النتيجة للمتغيرات الأقليمية التي موجودة الآن لكن كيف لا يوجد تغير دكتور سرحان وأيضا جميع الطياف العراقية ممثلة في هذه الحكومة حتى نائب الرئيس أيضا يمثل الجانب السني دكتور سرحان هنا أتحدث عن إياد علاوي طبعا تمثيل جميع الطوايف في الحكومة أنا أعتقد أنه لا يغير توجه الحكومة العراقية المالكي كان كذلك جميع الطوايف ممثلة في حكومته ومع ذلك كان يتخذ سياسة طائفية منحرفة تجاه دول الخليج العبادي أعتقد أنه من نفس الحزب ومن نفس التوجه ومن نفس المرجعية ويؤمن كذلك بقوة المرجعية السياسية التي يعودون لها ولذلك أعتقد أنه وجود ممثلين في الحكومة من جميع الطوايف لا يغير في التوجه السياسي شيئا خاصة وهو صاحب القرار النهائي في هذه العملية ما رأيك دكتور فاد هل بالفعل هناك لا تغير في النظام كما يرى الدكتور سرحان رغم كل هذه الزيارات المتزايدة أخيرا خاصة إلى الكويت مع تقديري واحترامي أنا أخالف أخوي سرحان الأتيبي لسبب بسيط هناك نفسا عراقيا جديدا ودبلوماسية جديدة أدلل على كلامي اليوم أنا حضرت محاضرة لوزير الخارجية العراقي في كلية العلوم الإدارية في قسم الجغرافية قسم الدراسات الآسيوية وأتحدث لمدة ساعة كان أمام طلبة الجامعة وأمام الأساتذة والطلبة الكويتيين طلبة العلوم السياسية رفعوا أسئلة قوية جدا عليها يمكن حتى أقوى من التساؤلات التي ذكرها الحقيقة أخوي الدكتور سرحان يعني بينوا فيه الوضع الخليجي بشكل كبير وركزوا أيضا على السعودية قالوا أي إساءة للسعودية هي إساءة لدول مجلس التعاون الخليجي هؤلاء الطلبة والمدرسين أنا اللي وجدت وفهمت اليوم بعد حضوري هذه الندوة أن هناك نفسا دبلوماسيا عراقيا جديدا أنا أدللك على كلامي السيد سليم الجبوري كان عندنا في الكويت الآن رح يتوجه للسعودية وزير رئيس الوزراء رح لإيران ورح يتوجه لدول أخرى وزير الخارجية اليوم قال أنا رح أتوجه إلى الكويت وبعدها سوف يتجه إلى أعتقد تركيا هما عندهم الآن سياسة الاهتمام قالها بالحرف الواحد الأولوية لدول الجوار العراقي نحن نريد أن نحسن علاقاتنا بل زاد عليها في سياق حديثه وقال قد تكون العراق ميدييتر وسيط لزيادة دفء العلاقات السعودية الإيرانية فأحنا أعتقد علينا أن نشجع هذه الخطوات يعني ما يجب أن نكون معزولين السياسة العراقية الآن العراقية يحتاج لنا بالتالي علينا أن نقف معهم وهم خلال ثمان سنوات اللي طافت أو اللي قبلها نقول لهم أنتم مع الإيرانيين قالونا أين أنتم لما دخل الإيرانيين ما وجدناكم كان الدور الخليجي مغيب أعتقد علينا أن نمارس الدور الخليجي وأيضا في مؤتمر باريس أنت شفت وزير الخارجية السعودي سمو الأمير السعود الفيصل ماسك إيد الرئيس العراقي وإيد وزير الخارجية جعفري هناك بوادر إيجابية طيبة علينا أن نكثف هذه البوادر الإيجابية وأن نتحرك للأمام طيب دكتور سرحان يعني ما الذي يمنع يعني أن لا يكون بالفعل مثل هذه الزيارات تعكس رؤية ونفس جديد كما أشار الدكتور فهد في رؤية ودبلوماسية العراق تجاه دول الخليج خاصة أن هناك مؤشرات عدة سرد بعضها الدكتور فهد وأيضا هناك مخاطر وتحديات تتقاطع الآن مع دول الخليج لعل أبرزها تنظيم داعش طبعا أقدر ما طرحه الدكتور فهد حول ما حدث في الكويت أو حول المحاضرة التي ألقت في الكويت ولذلك أعتقد أن ما طرحه الطلاب والأساتذة هو نوع من عملية التكاتف المجتمعي في دول مجلس التعاون الخليجي وهذا واجب على جميع المسؤولين والشعبين كذلك في هذه الدول ولكن لي رؤية أخرى لي قراءة أخرى مختلفة العراق ما دام أنه لم يتحرر من التأثير الإيراني وما دام أنه لم يخرج من تحت عباءة المرشد الأعلى الإيراني فيبقى العراق هو هو النظام السابق نظام المالكي في الواقع لا يستطيع كما ذكرت حاليا لا يستطيع حتى رئيس المجلس البرلماني سعود إليك دكتور فهد تفضل دكتور سبحان حتى النظام السابق كان رئيس المجلس النيابي هو من طائفة السنة وكذلك الكثير من المسؤولين ومع ذلك كان القرار الوحيد المؤثر الذي يتخذ يعني يتخذ السياسة العراقية هو قرار المالكي وأنا أعتقد أن قرار العبادي لا يختلف عن ذلك كثيرا ولكن كما ذكرت سابقا هناك متغيرات في المنطقة أدت إلى نوع من التقارب النسبي والتقارب الوقتي وليس تقاربا دائما طيب يعني إذن أنتقل بهذه الرؤية إليك دكتور فهد يعني كيف الحكومة العراقية إذن كما أشارت دكتور سرحان بالفعل أن تغير من سياستها تجاه دول الخليج وهي لديها في الداخل تأثير إيراني لا يمكن يعني تجاهله وأيضا كما أشارت دكتور سرحان أن كل ما يجري هو تقارب نسبي مرحلي ربما لتقاطع مخاطر أيضا مرحلية تمام الكلام اللي تفضل فيه أخوي دكتور سرحان الكثير فيه الحقيقة يعني واقعي لكن نحن يجب أن نكون واقعين أولا العراق دولة مستقلة العراق قرار سيادي لا يقبل أحد أن يتدخل في غراراته لكن أيضا لازم نعرف أن كل النخب السياسية الآن موجودة في العراق ترى كلها كانت في إيران إيران كانت محتضنتها لمدة ثلاثين سنة صدام حسين في 1980 أجلى كل من أصولها إيرانية إلى الجد الثالثة لكن القرار السيادي الذي تتحدث عنه الدكتور فاد يعني كثير الآن يعني يدرك حجم النفوذ والتأثير الإيراني في الداخل العراقي حتى على يعني الرئيس نفسه نعم إحنا تحدثنا معهم يعني حتى لما نطلع في القنوات العراقية أنا كنت في قناة أمس عراقية وتحدثت على وجود قاسم سليماني تكهرب الجو عندهم لما قلنا قاسم سليماني هناك تأثير إيراني صحيح لكن هل نحط يدينا على خدنا يقول والله عندهم تأثير إيراني ولا نتحرك ونشجع لنشاركهم هذا التأثير أنا أعتقد الحل الثاني أننا نتحرك ونشاركهم هذا التأثير ليس بالضرورة نكون مؤثرين بشكل كامل مثل الإيرانيين لكن خلينا نشارك الإيرانيين في المصالح المشتركة هم يقولون أن لنا علاقات قوية مع الإيرانيين ونحن يجب أن نقول أنتم دولة عربية وقراركم عربي وجزء من الجامعة العربية ومجاور لمجلس التعاون الخليجي بالتالي نقدم أيضا مشاركتنا فيه وبما لا يمس السيادة العراقية أما أن نجلس نتفرج والإيرانيين نلعبون بالساحة لا أعتقد أن هذا هو قرار صائب القرار الصائب أن ندخل الساحة وأن نكون نحن ميدييتر ونساعد في بناء العراق في بناء الدموقراطية العراقية وأن نساعدهم وأن نتحرك معهم ويكون شركان ويكونون شركان في المستقبل في مجالات استثمارية نحن الخليج الذي يقدم للعراق وبالتالي حتى على المستوى العالم وتأثير المملكة العربية السعودية أقول لك وزير الخارجية مدرك لهذا التأثير اليوم والظهر كان مدرك لهذا التأثير ذكر المملكة العربية السعودية وأهمية التقارب معها ثلاث مرات ولم يذكر إيران مرة ولم مرة دعني أنتقل بهذا مصلحة دول الخليج دكتور سرحان أليس من مصلحة دول الخليج الاستفادة من مساعي العراق في هذه المرحلة بالتقارب وإيجاد أو سد هذه الفجوة الكبيرة في العلاقات بينها وبين بغداد وأيضا التواجد أيضا في المشهد العراقي خاصة أن إيران تستفيد من هذا الغياب الخليجي طبعا الغياب الخليجي ليس غيابا ذاتيا بل الخليج غيب بإرادة إيران وبموقف الحكومة العراقية ما ذكره الدكتور فهد يعني اتفق في قضية أن هناك حراك ولكن الحراك ليس من طرف الخليج الحراك هو حراك عراقي نعم اتفق أنه حراك عراقي لكن ماذا يريد هذا الحراك العراقي الحراك العراقي مع نسبة شديد يريد أن يسحب الخليج تحت المظلة الإيرانية لم يكن هناك حراكا خليجيا لإخراج العراك من تحت الهيمنة الإيرانية بل كان العراق هو الآن القوة الفاعلة التي تحاول أن تقرم ما بين دول الخليج وإيران في هذه الحالة هل هذا التقريب هو لمصحة دول الخليج أو لمصحة العراق وإيران أنا أعتقد أن العراق ما زالت سيادتها منقوصة ما دام أنها في الواقع تحت التأثير الإيراني وتحت التوجهات الإيرانية الحالية طيب دكتور فهد ما الذي يمكن أن تفعله بغداد في إطار زرع ثقة بهذه الأطراف في الخليج التي ترى أن النفوذ الإيراني قد يكون معضلة لإيجاد هذا التقارب شوف لا نستطيع أن نغير الجغرافيا الإيرانيين موجودين ما رح يتغيرون يعني موقع إيران موجود والسعودية موجودة والكويت موجود والعراق موجود لا نستطيع أن نغير الجغرافيا لكن نستطيع أن نغير التعامل أنا أعتقد حتى وزير الخارجية العراقي اليوم السيد الدكتور إبراهيم الجعفر يذكر أن المملكة العربية السعودية وافقت على فتح سفارة في العراق هذا جهد إيجابي وهو أيضا نظر لبعين من التقدير أنا أعتقد كخليجيين لا يجب أن نقف في مكاننا والراوح هناك بلد الآن يتطور وهناك حراك سياسي وهناك أيضا مجموعات سنية كبيرة تطالب بوجود خليجي نحن لا نريد أن نتورط في المشاكل الداخلية للعراق نحن نريد أن نكون شركة للعراق في البناء السلم والتنمية والأمن وهذه الفرص موجودة تعطونها الإيراني الخليجيين كيفكم لكن نحن رأينا أن نشارك وأن ندخل الملعب وأن نتنافس حتى مع الجيران الإيرانيين ولا في مانع في المستقبل أن تكون حتى هناك أيضا مصالح إيرانية سعودية أنت لا ترى أن طهران يمكن أن تقايد علاقتها بطهران ربما يمكن أن تشكل مقاربة خليجية إيرانية عراقية لإيجاد حل مثل هذه التوتر في العلاقات باختصار دكتور فعد شوف الإيرانيين لا يريدون يعني يبدو لي أن الإيرانيين من مصلحتهم والاستراتيجية أن الخليج لا يدخل مع العراق ولكن أيضا من مصلحتنا الخليجية أن نتحدث مع العراق العراق حوالي 70% مننا عرب وقبائل وعشائر أقرب لنا من الإيرانيين إذا كانوا هم استطاعوا الإيرانيين أن يحركوا المحور الطائفي فالعراق ترى لم يكن طائفيا قبل 2004 كانت يعني القبائل المتدخلة ولما تقعد الآن مع العشائر العراقية ونتحدث معهم هم يريدون أن يتم التقارب هم يقولون نحن عرب وبالتالي أعتقد أن والعراق عضو في الجامعة العربية هو عضو في المجموعة الإيرانية النفوذ الإيراني صحيح موجود علينا أن نقزم هذا النفوذ التدخل أكثر بما يحفظ سيادة العراق وبموافقة الأخوان العراقيين دكتور سرحان كيف إذن لدول الخليج التواجد بشكل مؤثر في المشهد العراقي المهم لها طبعا وهذا هو السؤال الصعب في الواقع كيف يكون هذا التواجد الدكتور فهد ذكر أن ندخل الملعب ونحاول أن ننافس على الدور الإيراني ولكن إذا كان هذا الملعب في الواقع مغلق من ناحية ثم من ناحية أخرى هو نوع من السيادة العراقية إذا لم يكن هناك يعني رؤية عراقية مستقلة عن التأثير الإيراني وتريد أن تقارب مع دول الخليج والدول العربية جميعا أعتقد أن هذا لا بأس به وهو في الواقع مطلب خليجي لإخراج العراق من تحت العباء الإيرانية ولتفعيل دور العراق في المنطقة وفي التنظيم الإقليمي العربي ولكن هنا ما زالت الإشكالية موجودة لن يستطيع لن تستطيع أي دولة أن تدخل هذا الملعب ما لم تأخذ الإذن من إيران هذا الشيء الشيء الآخر يعني أنا أرى الكويت متحمسة على تحريك العلاقات مع العراق والكويت نفسها هي من تضرر في الواقع من الدور العراقي والدور الإيراني فأعتقد أن يجب على دول الخليج وعلى مفكره أن يتأنون في مثل هذه الأمور حتى توضح الصورة ما هو التوجه الحقيقي للحكومة العراقية أشكرك إذن الدكتور صرحان الاعتبي الأستاذ الجامعي ورئيس الجمعية السعودية للعلوم السياسية كنت معنا من الرياض وكل الشكر أيضا لضيفي من الرياض الدكتور فهد الشليمي رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام شكرا جزيلا لكم ومشاركتنا هذا الحوار شكرا جزيلا لكم